في اخر ريفيو عملنا المنتج من نوكتشوا ناس كتير اعتراضت على ان المركة دي ممتازة بس لون المراوح رخم وبينما نوكتشوا لها تقريبا نظرة في المراوح بتاعتها والمبردات لكن اخيرا سمعت للشاكوة بتاعت الناس على مدى الكم سنة اللي فاتوا وقدمت منتجات نوكتشوا كرومكس دي بتساعد على تطوير المبرد بتاعت القديم لشكل احسن من غير ما تشتير مبرد كامل واخيرا مراوح سودة فهتكلم في فيديو النهاردة على نقطتين مهمين اول نقطة هو رأي سريع عن المنتجات الجديدة لانها في الاخر مراوح وكده مش مستهل ريفيو كامل وبرضه هتكلم عن مستقبل الشركة شوية لو انت عاو تدعم القناة بتاعتنا ياريد تعمل لايك على الفيديو وتقول لنا رأيك تحت في الكومنتات هل الفيديو عجبك ولا معجبكش لان كل فيديو من دول بياخد وقت كتير جدا مننا اذا كان كتابة او منتاج او تأكيد معلومات او غيره او غيره فاي دعم منكم بيساعد جدا ان احنا نستمر النقطة شوية بتقدم 3 متجات جديدة اول حاجة هي الكوفرات او الكروماكس كوفرز ودي كوفرات بتقدمها النقطة شوية انها تغطي على الكولر بتاعك القديم من غير ما تضطر تشتري كولر جديد شكله حلو او عصري زي انا بنقول فطبعا دي انا شايف دي نقطة حلوة انك بتهتم بالمشتري بتاعك حتى لو من زمان دي نقطة انا محترمها جدا كريوريج لعبت في الموضوع ده شوية لكن ما شفناش منه كتير لكن في نفس الوقت اه الوقت لو انت بتشتري مبارد زي دي 12 اس او دي 15 والهما الموديلين الوحيدين المدعومين من الكروماكس كوفرز اه وحبيت تشتري كوفر هتلاقي انك ممكن تشتري من شركة منافسة كولر كامل من الاول اداء مقارب جدا وشكله احسن من الاول مغير ما تطالد تشتري اكسسوارات اغلى فهي طريقة حلوة لدعم المستخدم القديم لكن المستخدم الجديد انت بتقفله من شركتها كتر بسبب التكلفة العالية بذات المبردات اساسا مش رخيصة والحاجات دي مش بتيجي معها في العلبة انت بتضطرر تشتريها لوحدها تاني حاجة وهي الكابلات الجديدة الكابلات بتيجي ببنوين الاكستنشن كيبلز والواي كيبلز الاكستنشن كيبلز هو عبارة عن تطويلة حرفيا لسلك المروحة ومع المروح الجديدة بتدعم انك يبقى سلك المروحة كله بس من اللون اللي انت بتختاره من الخمس الوان المتوفرة واللي هي اللازرق والاصفر والاحمر والسود والبيض وخامة الكابلات حلوة الكابلات نفسها قوية وبتستحمل والكلام ده كله بس كده كده سلك المروحة لسود انت بتحاول تخبيه او سلك المروحة متى انت بتحاول تخبيه وسلك المروحة بيقى دائما نسود فلما حتخبي كابل سود هو اساسا كده 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 بش حيبان المضابش منطقي قوي على القل من رأيي بلاجن كاكستنشن كيبلز لوحدها فبا 11 دولار بيجي لك 4 كابلات اكستنشن كيبلز نضاف جدا والواي كيبلز بيجي 3 بنفس السعر اللي هو بتاع 11 دولار فلو هنتكلم لو انت مثلا بتدور على الاكستنشن كيبل للمروحة او واي كيبل للمروحة اللي هو سبليتر يعني ماشي قشطة هو مفعلان خيار كويس ثلاثة حاجة وهما بقى المروح المعنى اربع مروح النهاردة هما الانف اي فورتين الانف اي ففتين الانف ايف توولف والانف اس توولف اي مش هكتبع اداء المروح او الحرارة او الصوت والكلام ده لانهم بالفعل يطربوا من احسن مروح موجودة في السوق ايه لتعديلات الجديدة اللي حنا شايفينها من نوكت شوة مبدائيا هو اللون اللي سود المروحات بتيجي بلون سود وبتيجي بنفس الروبر بيدز اللي بتيجي على الكورنرات الاربعة بتاعت المروح عشان تساعدنا تقليل الاهتزازات الفكرة الجديدة هنا ان الروبر بيدز دي ممكن تقاب الوان تختار لون برضو من نفس الخمس الوان اللي كروماكس بتقدمهم اللي هما ابيض ازرق احمر اصفر واخدر وفي نفس الوقت المروحة مازالت سودة لو انت عاوز مروحة سودة وطبعا بيجي برضو حيثة المطاط باللون اللي سود وبالنسبة ان سهل المروح مش اغلى سهل المروحة القديم ده شيء كويس انا يعني انا بش معتقد لانه هو اغلى تلاتة اربعة دولار لكن ما تبص على المروحة الموجودة دلوقتي من كروماكس لنوكتشو بتقدمها وتبص على متوسط السهر بتاع المروحة هتلاقي المتوسط السهر حوالي خمسة وعشرين دولار تقريبا اربعة وعشرين لخمسة وعشرين دولار كورسير بتقدم مروح ايلي دي بلون واحد يا اما اخدر يا اما احمر تقريبا فيه برضو ابيض بش متأكد من دي والواحدة بثمانتاشر دولار كورسير بتقدم ثلاث مروح وكنترولر ار جي بي يعني ممكن تقريبا ايلي انت عاوزه وبثمانين دولار الوقتي حنشيل الكنترولر من الحزبة وحنخلي الثلاث مروح بس زي ما هما بثمانين دولار هتلاقي المروحة الواحدة وقفها بستة وعشرين دولار ونص تقريبا ففي الحالة دي انت تقريبا بتتعب على نفس السهر بتاع المروحة النوكتشوة بس ار جي بي انت مات كل الواحدة اللي انت عاوزها فهنا بقلك وتعسى تكلم عنه هل نوكتشوة مش فى الطريق الصح اي انا شخصيا شايف لا الشركة شركة عريقة الشركة شركة ممتازة لكن اتأخرت ما تعملش زي نوكيا نوكيا شركة عريقة نوكيا شركة ممتازة وبين بلس فوق اوروبا زي برضو نفس الموضوع زي نوكتشوة بس الشركة فشلت فشلت ذريع حتى لما حبت ترجع مايكروسوفت وويندوز فشلت اكتر ده بسبب تأخرها مخارطا بالسوق السوق كله رايحة الارجي بي السوق كله رايحة الاليديز وعلى السعر الكويس لكن انا مقدرش ارشح المراوح دي والمنتجات دي قوي لحب للأسف لكن اظن ممكن تطوير كتير جدا يحصل في خلال السنة اللي جاية عشان يحافظ على ان الماركة تزود مبيعات اي ان الماركة الناس ترجع تحتمي بها اكتر تاني زي الاول فيارب يكون الفيديو عجبكم لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا شير وليك سبسكرايب وليرايكم تحت في الكومنتات يارب يكون الفيديو عجبكم كان معكم عبدالي الخليق محمد من زاتيكرو